فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قالوا ذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا نعم الجاهلية مخوذة من الجهل وهو عدم العلم لأنهم كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين كما أخبر الله عز وجل ليسوا على علم لا من هدي الأنبياء ولا من غير ذلك بل كانوا على جاهلية منقطعة عن الرسالات لذلك سمي بالجاهلية سميت بالجاهلية لعدم العلم فيها هذه هي الجاهلية والجهل على قسمين جهل بسيط وجهل مركب الجهل البسيط هو عدم معرفة الحق وهذا أقرب إلى قبول الحق قد يكون ارتكب الخطأ لأنه لا يعرف الحق فإذا بين له الحق قبيله هذا هو الجاهل البسيط الثاني الجهل المركب وهو الذي يجهل ويجهل أنه يجهل أو لا يعلم ولا يدري أنه لا يعلم بل يظن أنه عالم هذا هو الجهل المركب وهذا أشد والعياذ بالله هذا أشد أن يكون الإنسان يعلم أنه على جهل ولكن لا يعترف بذلك نعم قال فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا إذا قال بخلاف الحق فهو جاهل سواء كان جهلا بسيطا أو جهلا مركبا لكن الجهل المركب أشد من الجهل البسيط لأن الجاهل البسيط يقبل التوجيه وأما الجاهل المركب فلا يقبل التوجيه في الغالب هذا هو أشد